ما أجيبك أنا بيودي أيضاً أنا أضع نقطة أولاً أنا لا أسمح لك أن تتهمي أنا أننا لا نحترم بل بالعكس لابد أنك تعرف ميكانيزمات كيف تسير أسئلة شفوية العيب ليس في أعضاء الحكومة أنتم برمجتم البرلمان هو الذي برمج أن تجاب هذه الأسئلة في هذا الوقت لو برمجتوها من قبل كنا نجيكم في القبل وبالتالي نحن نحترم النواب ونحترم الشعب الجزيري كله وبالتالي إذا في خلل ليس على أعضاء الحكومة بالخلل في عندكم تم وليس في أعضاء الحكومة نحن برمجت إجابة على السؤال اليوم نجيناكم لو برمجت من قبل كنا نجيكم الأسئلة الكتابية رأنا نحترم ثلاثين يوم ونجاوبوكم في ثلاثين يوم هذه واحد ثانياً غياب بعض زملائي موجودين فيهم مهمة بالخارج ليس أنهم لا يحترم رموكم هم موجودين في مهمة بالخارج لذلك أتمنى منك أن تسحب هذا الكلام لأن هذا كلام مرفوض